شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة إطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية لإدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بقطاع غزة وإنقاذ أهالي القطاع من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها وخلال استقباله وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة أن تصفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشامدة للقضية الفلسطينية بما يعالج جذور الوضع الراهن ويمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة مؤكدا حرص مصر على استمرار التنصيق مع الولايات المتحدة بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين من جانبه حرص بلينكين على إطلاع رئيس السيسي على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة والاستماع إلى رؤية نصر بشأن آفاق الحل وقد شهد الاجتماع عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية كما توافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الرهنة والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع مع تأكيد الرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتمسك بمصاري حل الدولتين كأساس تحقيق الاستقرار في المنطقة